قدمني كل شيء ما قدمنيه للأراضي هذا هو بلد ليست حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف واستفزاز المسلمين بالإساءة لرموزهم ومقدساتهم الأولى من نوعها في السويد ويبدو أنها لن تكون الأخيرة مدامة الدول الأوروبية تعتبر الإقدام على أفعال كهذه حرية تعبير سأحرق القرآن أمام الجامعة إحراق نسخة من المصحف الشريف كانت هذه المرة على يد سلوان موميكا وهو ملحد عراقي الأصل كان يقاتل في صفوف الميليشيات وقد أسس ميليشيا سقور السريان قبل أن يدخل بصراع على النفوذ مع زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني ويلجأ إلى السويد ويحصل لاحقا على جنسيتها وينضم إلى حزب ديمقراطي السويد اليميني المتطرف والذي يستمد بعض أفكاره من النازيين ويعادي الإسلام والمسلمين ويسعى لطرد المهاجرين العرب الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والإسلامي حيث اعتبر الأردن الحادثة عملا تحريضيا وعنصريا مرفوضا كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الاعتداء على القرآن الكريم تعبير عن الكراهية والعنصرية واعتداء صارخ على قيم التسامح وقبول الآخر والديمقراطية والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة الحديثة أثارت غضب العراقيين خصوصا وأن الفاعل عراقي الأصل لكنها لم تثر استغرابهم كونه كان منضويا في صفوف الميليشيات التي طال إجرامها كل شيء من قتل النساء والأطفال إلى استهداف المآذن وهدم المساجد داخل العراق وهي ذات الميليشيات التي قدمت وتقدم نفسها اليوم على أنها من تدافع عن المقدسات وتحميها موسيقى